نسخة طيبك الاصلي من الديون ستة نفس الشكل بالزبط شركة فيجوري نازلة بموتسكل جديد نفس موديل الديون ستة نازلة بنسخة مية وخمسين اللي قدامنا ديت ونسخة ميتين سي سي المية وخمسين ما فيها سربانتينة والميتين فيها سربانتينة بس نازلة بتلات مميزات هم ايه تلات مميزات دول اتمنى بس من الناس تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وما تبخالش ان انت تدوس لايك علشان احنا بنكون حصريين في كل الموديلات اللي بتنزل طبعا شركة فيجوري عاملة ميكس كده اي ميكس ده اي موتسكل هينجح في السور المصري احنا هننزل شكل وهننزل بخمات كاد تكون هي نفس الخمات مع بعض التعدلات البسيطة مع السعر السعر ده حاجة مهمة جدا بتلعب عليه شركة فيجوري ليه انت كمستخدم عايز جودة وعايز اهل سعر طيب الموتسكل ده نفس الديون ستة بالزبط اختلاف الاسماء نفس العداد نفس كل حاجة الديون ستة الاس مش الان والموتسكل ده هينجح طيب هينجح ليه قبل كده انا اقول لكم على الفيلار الفجوري هتنجح هتنجح ليه قطع الغيار متوفرة في السوق ديت النقطة اللي بتلعب عليها شركة فيجوري قطع الغيار المتوفرة من موديلات تانية طيب المطور اللي قدامنا ده مطور متين سيسي وفي نسخة مية وخمسين سيسي مطور نفس مطور الديون ستة بنفس المواصفات بالزبط مطور على كتينة اتنين صباب كربلاتير مرش ومنافلة في حدافة اتزان يعني مطور ناعم مفهوز زبزبها المطور ده على فكرة غاني عن التعريف كل الناس اه جربت مطور الديون ستة وعارفين ان هو مطور محترم طيب النسخة المية وخمسين مفهاز سربنتين الزيت النسخة المتين اللي قدامنا ديت بتكون مزودة بسربنتين الزيت لتبريد الزيت طيب الشاسية الشاسية زي ما احنا شايفين هو تقولت لكم خمات الشاسيات وخمات الفجور بصراحة عجباني عجباني ليه لان انا قفلت المكنة الفيلار مية وخمسين في بس مباشر كمان يعني ما كنتش مفهلها كده في بس مباشر وطلحت لكم المكنة خمات الموتسيكل والحاماته كويسة جدا طيب مساعدين امامية عدلة نفس مساعدين الديون ستة كل حاجة انا قد نقول لكم نفس الديون ستة نفس الديون ستة والفرامل الامامية فرامل باكن مستونا واحدة بخزنة الباكن بتكون بستم واحد او ضغط واحد طيب الجانت بيكون سبعتاشر والكاويتش تمانين مية والكاويتش هنا بيكون كاويتش روت النقشة النعمة مش نقشة خشنة طيب نوصل الجزء الخلف من الموتسيكل بيجي بمساعد وقت خلف نفس مساعد الديون ستة فرامل خلفية باكن التعديل هنا في بقى في فردة الكاويتش اللي قدامنا ديت يعني هبصوا الفردة الكاويتش هتعرفوا ايه التعديل ماس فردة الكاويتش هنا بيكون مية واربعين طبعا احنا عارفين ان الديون ستة كان بتنزل بمية وتلاتين لكن هنا مية واربعين طيب والمقص اللي شاعد الفردة مقص بعلب حديد نفس مقص الديون ستة وطاقم الجر ربعمية وعشرين والموتسيكل نازل بشبكة حريمي والجنط بيكون سبعتاشر والكاويتش تيوبلس سبعتاشر سبعين مية واربعين وقولنا عرض المية واربعين ده حاجة بصراحة انا شايفها دي تعديل طيب نشوف الشريط اللي على الموتسيكل الشريط ده شريط مختلف عن شريط الديون ستة خالص اللي هو الشريط اللازق اللي بيكون على التانك مدي شكل جمالي للموتسيكل يعني انا بصراحة شايفه عجبنا بصراحة والموتسيكل مكتوب عليه في جوري وعلامة في جوري وعداد الموتسيكل بيكون عداد نص ديجيتال عداد الاربي بيكون انولوج وعداد السرعة بيكون رقمي كتل كتل عادية تقليدية ما فيهاش اي اختلافات نفس كتل ستة كونتاك كونتاك فالبوسونة لكم يعني تقدر تصوجر الجدون من كونتاك طبعا ما فيش اي تعديلات خالص الفانوس الامامي بالكامل نور صغير نور عالو وواطي بيكون لامبات هولوجين وطبعا النقطة دي انا اتكلمت فيها قلت لهم يا ريت تنزل نارة الموتسيكل بالكامل للدات الايدي الاشارات فقط هي الايدي الاشارات الامامية طيب فانوس الخلفي اللي ستوب والاشارات لمبات هولوجين مفيش الايدي في الموتسيكل ده غير الاشارات الامامية فقط طبعا كل شوارع مصر فالبها موتسيكل دوين ستة موتسيكل ده الاكثر انتشارا من الفين وعشرة في السوق المصري موتسيكل مطورو ناعم الابشن اللي فيه كويس مع موتسيكل اسبورت موتسيكل شكله رياضي بيناسب اغلب الشباب يعني اغلب الشباب تجي تقول له عايز موتسيكل ايه يقول لك انا عايز موتسيكل دوين ستة ليه موتسيكل شكله كويس شكله سبورت شبابي وموتسيكل بقى منتشر في السوق المصري يعني انت تلف في اي شارع في مصر لازم يقابلك موتسيكل او اتنين من دوين ستة ليه هو الموتسيكل اللي من الفين وعشرة يعتبر اه فئة الشباب بتركبه بتعشق الموتسيكل ده موتسيكل ده موتور ناعم وموتور كويس وقد اغياره بقت منتشرة وده كتالوج شركة فجوري طيب بتقول لك انا هنزل دوين ستة ان ودوين ستة اس ودوين ستة اكس احنا لسه ما شفناش الاكس دي شكلها ايه بس اكيد هينزل موديل جديد طيب انا كنت اتمنى التعديلات تنزل في الموتسيكل ده زي الموتسيكل ده شايفين الموتسيكل ده اعمل ازاي ده الموتسيكل اللي انا اتمناه ينزل الفترة الجاية موتسيكل شبيه دوين ستة بالزبط بمساعدين امامية مقلوبة بنظام فرامل سي بي اس وليس اي بي اس علشان الناس بس اللي عمات تسألني كتير يا الفرامل دي اي بي اس ولا سي بي اس يا جماعة الفرامل بتاع الموتسيكل ديت فرامل سي بي اس مش اي بي اس وانا على ما اظن ان ممكن شركة فجوري تنزله تحت مسمى الاكس لان احنا عارفين الموتسيكل ان شكله ايه والاس شكله ايه لكن الاكس لسه بنعرفش شكله ايه ممكن تنزل الموتسيكل اللي قدامنا ده فجوري اكس ست لكن كل حاجة طبعا هكون على حسب سعرها يعني الموتسيكل ده سعره هيكون اعلى من الموتسيكل ده اني طبعا مش هاخد موتسيكل مساعدين امامية مقلوبة بنفس سعر موتسيكل مساعدين وعدلة ما فيوش فرامل سي بي اس طبعا اكيد ده هيكون اغلى من ده طيب نوصل للنقطة الاهم ايه النقطة الاهم سعر الموتسيكل ده كام والموتسيكل ده هينجح ولا مش هينجح. الموتسيكل ده نازل بسعر في رنج العشرين الف جنيه. اقل ما الدونت ستة. لان سعر الدونت ستة دلوقتي وصل اتنين وعشرين واثنين وعشرين ونصف. فيكون اقل لالفين جنيه. ماشي. هينجح ولا مش هينجح. انا بقول لك الموتسيكل ده هينجح. زي الفجور كده الفي اللارة مية وخمسين والمتين. الموتسيكل ده ناس كتير يشترته. والناس كلها بتقول ان الموتسيكل ده كويس. طيب. كويس الموتسيكل اللي قدامنا ده? اول حاجة علشان السعر اقل طبعا الفين جنيه من نهدين ستت. حاجة كويسة. طيب. ايه اللي عملت تاني؟ خماية الموتسيكل ده كويس. انا قلبت في الموتسيكل ده. كويس. خلي بالكم ان انا قلت ان انا قفلت الموتسيكل الفج tourists في بس مباشرة. خماية محترمة. دول سببين اتنين ينجح تلك الموتسيكل ده. طيب ايه السبب التالت? اللي ينجح الموتسيكل ده وتخلي الموتسيكل ده منافس قوي في السوق المصري. قطع الغيار. ان انا ما عوز قطعة غيار الاقيها متوفرة. طبعا الموتسيكل ده كل اجزاءه نفس اجزاء. يعني انت ما تعوز تانك تعوز عدات تعوز اي حاجة لقدر الله. هتروح عندي بتاع قطع الغيار. تقول له انا عايز بريبيس دون ستة. عدات دون ستة. كونتاك دون ستة. كل قطع الغيار بتاع دون ديت اللي هتركب على الموتسيكل ده. دي اسباب نجاح الموتسيكل ده. يبقى ثلاث اسباب هم العامل الاساسي في نجاح الموتسيكل قدامنا له. السعر لانه هيكون ارخص مدين ستة الفين جنيه زي ما قلنا. الخماية بتاع الموتسيكل. خماية الموتسيكل كويسة. الحاجات الثالثة زي ما قلت قطع الغيار. دول اللي هينجحهم الموتسيكل ده. هتمنى انتم تكونوا استفدتم مننا عن بعض المعلومات عن الموتسيكل الجديد الفيجوري. الستة الفي جي. المية وخمسين والميتين. وقولنا الفرق ما بين المية وخمسين والميتين ان فيه سربانتين الزيت في الميتين والمية وخمسين مفروض سربانتين الزيت. الناس كده ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولو عندك اي تعليق اكتبه في التعليقات بس اللايك اهم شيء. وشكرا.